كشف علماء آثار إسرائيليون عن أنقاض قلعة من العصر الهينيستي قالوا إنها دمرت في حركة تمرد المكابيين اليهودية قبل 2100 عام والتي يحتفل بها خلال عيد الأنوار حانوكا سلطة الآثار الإسرائيلية قالت إن الحفريات الآثرية جرت في غابة الخيش التي تبعد نحو 60 كم جنوب غرب القدس وقال علماء إنهم اكتشفوا أثناء الحفر طبقة من القطع الآثرية تشمل أسلحة وعوارض خشبية متفحمة وعشرة العملات المعدنية القديمة وقال القائمون على الحفريات إن هذا الاكتشاف يشكل دليلا ملموسا على قصة عيد الأنوار حانوكا الذي يبدأ اليهود احتفالاتهم به هذا العام في 28 من 22 نوفمبر ويرمز العيد إلى انتصار المحاربين اليهود الحشمونيين ضد السلوقيين وهي سلالة يونانية كانت تحكم وقتها في جزء كبير من الشرق الأوسط ولا يزال التنقيب عن الآثار موضوعا حسسا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث استخدمت الاكتشافات التاريخية للمطالبة بمواقع وأراضي رئيسية